في يوم التروية وقبل يوم من صعود حجاج بيت الله الحرام جبل عرفات حيث الركن الأعظم بالحجة قامت لجان البعثة البحرينية للحج بتجهيز كافة الخدمات الضرورية واللازمة بالمشاعر المقدسة لا سيما على الصعيد الأمني والتنظيمي وذلك لضمان سلامة الحجاج وسلاسة تفويجهم وقاية الحجاج البحرينيين وتوفير السلامة لهم حمل حملته وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الأمنية التابعة لبعثة الحج البحرينية التي بدأت عملها بفحص مباني حجاج المملكة والتأكد من جميع اشتراطات السلامة التي وضعتها بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية والتأكد من وضع التصاريح الرسمية على جميع وسائل النقل الخاصة بالحملات البحرينية قمنا بتفتيش 59 حاملة على 34 مبنى من أبرز ما يجب توفره في المباني هو جهاز كشف الانذار والحريق وأيضا مخارج الطوارئ وطفايات الحريق وبعد تفتيش المباني قمنا بتوزيع التصاريح للسيارات المخصصة للحج ووضع الاستيكارات على المركبات منها للمشرفين ومنها للخدمات ومن أجل سير مناسك الحج في صورة منتظمة اجتمعت اللجنة الأمنية بجميع الحملات البحرينية وضعوا خطة التفويج بالمشاعر المقدسة كل يسير على توقيت محدد وجدول معد يهدف إلى تخفيف الازدحامات وتقديم سبل الراحة كافة لضيوف الرحمن كان اجتمعا نتكلم عن تفويج الحملات ونزولهم من منه إلى عرفة وتفويجهم من عرفة إلى مزدلفة ومن أقبها إلى الجمرات ومنه الحمد لله وضعنا الخطة وطرحنا الخطة على جميع المقاولين وكانت الخطة جدا يعني سالسة عليهم والخطة ما تغيرت عن الخطة العام شي بسيط لتغير ووضعناهم لوقات اللي طلعوا فيها ونحن طبعا تمنى تعاونهم لأننا سبق شفنا تعاونهم ونجاحنا في ذي الخطة والعام الماضي ما تجاوز خطاتنا خمس وربعين دقيقة رقم النموة دينا ثلاث ساعات والتزاما من بعثة الحج البحرينية بإجراءات السلطات السعودية الخاصة بالحج قامت لجنة الحركة والتفويج بتوزيع أساور النقل على أصحاب الحملات وبنحو أكثر من ستة آلاف سوار كخلية نحل تعمل دون كلل أو ملل استعدادات وقائية وأمنية تعمل على قدم وساء وذلك من أجل سلامة وأمن حجاج المملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر